المصابين بالتوحد وعملية الفصل كذلك في الأقسام الدراسية تأثير السلبي لكل ذلك نتعرف عليه مع ناسي ملوافي ولا نعود جهر أم كتب لها أن تعيش معركة غير متكافئة مع مرض صامت يدعى التوحد فرض على طفلها أن يعيش معزولا عن مجتمعه خاصة مع غياب مؤسسات متخصصة في تأهيد المصاب بالتوحد عدم فتح المؤسسات التربوية أبوابها لأطفال التوحد ليس الهاجس الوحيد الذي تعاني منه العائلات التي لم تعد تتحمل تغطية التكاليف الباهضة للمراكز الخاصة كيف لازم يندمج؟ لازم كما نقول وما تكون معاونة تلك المؤسسات التعريف لهم لا يهم الطريقة باسترس إليها النظام يحوش تشهر لهم يقوم تتحملون يناس حتى ميل تروازهم مية وتلاتين ألف أحس بنتي ما يجب أن يجب أن يضملونية الأمثل؟ زوج فتلاته؟ ما يجب أن يخلون الأمثل الثلاثة؟ الممكن أن يقترون إليهم فرصام لابد أن يأخذون بعين اعتبار بطريقة جيدة جيدة بش يدخلوا مساعدة على بلكم لحد اليوم المديرين في المدارس مسؤولين على المدارس ما يقبلوش دراري المصابين بالتوحد لازم لهم أن يكون عندهم جوست معينة في المدرسة معينة وتكون أخصائية مش أي معينة لازم تكون على الأقل عندها الافورماتيون بسيكولوجيك إدماج الأطفال المصابين بالتوحد في المحيط العادي أولى الخطوات للخروج من العزلة ما يتطلبوا تكفل فعلي لهؤلاء من طرف الجهات المعنية وعن هذا المرض والتحدي الذي يشكله للأولياء أتشرف بحضور سيدة منال بلونيس وهي رئيس جمعية نور لمرضة وحد بولاية الجزائر وكذلك سيدة أمينة طبعا أمينة بن خنيش أخصائية نفسانية عيادية بجمعية دعم ذوي اضطراب أتوحد أهلا بك سيدة أمينة أهلا بك سيدة منال إذن أستهل بك الحديث سيدة أمينة اليوم كما تابعنا ولاحظنا كذلك طريقة تعامل الأولياء هل تتقدين اليوم كمختصة في هذا المجال أن تعامل الأولياء أحيانا الخاطئ يؤثر سلبا كذلك على هذا الطفل الذي لديه مرض التوحد نعم إذن بسم الله أولا أشكركم على هذه الدعوة إذن مرض التوحد يعني المشكلة هي أنه التتقيف يعني المجتمع تعنا سواء الأولياء أو باقي أفراد لما نسألوهم ما هو اضطراب توحد يعني ما زال ما يعرفوش ما هو هذا الاضطراب وإذا تعرفنا على هذا الاضطراب أكيد رنا رحين نعرفو كيفاش رحين نتعامل معاك يعني أنه هناك بعض من يربطه بأمراض عقلية نعم وهو ربما أنت أذر بهذا المجال خلنا نشرحه كيف نفرق ما بين التوحد وأمراض أخرى إذن نعطي تعريف بسيط حتى نتمكن من إضاح الصورة التوحد هو اضطراب نمائي يعني يصيب الأطفال في ثلاث سنوات الأولى وهو ناتج عن خالل في الدماغ هذا الخالل يؤثر على عدة وظائف والتوحد يمس ثلاث محاول أولا نحور التواصل يعني نلاحظ أن هذا الطفل سواء لديه تأخر على مستوى اللغة أو لديه لغة يعني غير مفهومة أو نستطيع القول لديه لغة خاصة نستطيع يختلف بها عن باقي الأطفال هذا من جهة المحور الثاني وهو محور تفاعل الاجتماعي نجد أن هذا الطفل لديه نوعا ما عزلة اجتماعية ولا يحب الاختراض بالآخرين المحور الثالث وهو محور السلوك يعني نجد لديه سلوكات تكرارية يعني ويركز على الأجزاء البسيطة فقط يعني هذا فيما يخص تعريف البسيط للتوحد وهو يختلف عن الاضطراب العقلي لأن الاضطراب العقلي هو شيء آخر واضطراب توحد هو اضطراب نمائي يعني التوحد يمس خاصة يظهر في فئة الطفولة وهو يعني والأطفال مصابين بالتوحد لديهم مجموعة من الخصائص تؤهلهم إلى إمكانية التمدرس إمكانية الإدماج سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع والمدرسة ربما نتحدث عن دول الجماعيات كذلك جماعية نور سيدة منال وأنتي على رأسها طبعا تقوم بدور وكذلك تنقلين أن تجربة أم لأنك أنت لديك طفل كذلك مصاب بالتوحد نتحدث هنا عن الأليات التي قمتم بها حتى ساعدتم الأطفال على الأقل لتحسن نتحدث عنهم أكيد بسم الله الرحمن الرحيم أخير عليكم أحنا كجمعية تكون من أولياء أولياء الأطفال المصابين بالتوحد جدوا نفسكم مضطرين أنكم تشكلوا جمعيات أضطرين أننا نشكل شكل جمعيات ونوفروا المكان لأننا نقوم به كما قال سيد في الروبورتاج قال لك ثمن باهض تفل توحدي رح يكلف الأولياء وأثمان مبالغ مالية يعني لا تختارش على بال اضطرنا أننا نأسهل جمعياتنا اللي رحي نشطة على مستوى بلدية عين بنيان وعننا فرق في بلدية معلمة عنا 84 طفل يرانا متكفلين بهم تساعة التكفل يكون ضمن مختصين أكيد مختصين أرطفونيين نفسيين طربويين يعني اللي رحهم يحضروا هذه المجموعة من الأطفال هذه للتمدرس ولمتابعتهم حتى في المدارس المادية اليوم سيدة أمينة ما هو أكبر تحدي بالنسبة للمصابين بهذا المرض مرض التوحد بالنسبة للأولياء بالنسبة لهم وحتى المعالجين بما أنكم بين المعالجين نعم يعني المشكلة وأيضا كعضوة في جمعية أسطالي لعم ذوي أطفال توحد يعني احنا نقوم بالكفالة النفسية والطفونية والطبية لكن لما يلحق هذا الطفل لسن التمدرس يعني هذا هو المشكلة اللي يواجهه سواء المختصين سواء الأولياء هذا الطفل الأولياء يطرحوا السؤال وليه يلحق لسن التمدرس وين يرح هنا هي المدرسة اللي رايحة تقبل هذا الطفل إذن باش الدولة الجزائرية وضعت سياسة الإدماج والإدماج هو نوعين إما يكون إدماج هذا الطفل التوحد على مستوى الأقسام المدمجة أو الأقسام الخاصة المعروفة بلكلاس انتغري أو على مستوى الأقسام العادية ولكن هذا الطفل المتمدرس على مستوى المدرسة العادية يجب أن ترافقه المرافقة التي تتاكر وهو أمر صعب نوعا نعم وهو أمر صعب لماذا؟ لأن المعلمات تقوم بتدريس أطفال عاديين ولديها من بين هذا التلاميذ الطفل مصاب بالتوحد نعم يعني إيصال هذه الرسالة نوعا ما صعبة أي أقسام يجب أن تكون بالنسبة للطفل مصاب بالتوحد هل المدمجة أو العادية؟ يعني تكون عادية يا حبدة لو تكون عادية حتى ندمجوه مع باقي التلاميذ لكن أيضا المحبب هو وضع برنامج مكيف لأن خاصة طفل توحدي يعني كي نعلمه هذا التعليم اللي هو رحي لازم تكراري لازم الوقت حتى يستوعب لهذه المعلومة مقارنة بالتلاميذ العادية ربما سيدة مانا لديكم تجربة مع الأطفال لديكم يعني بالنسبة لقسمكم خلينا تحطوا على قسمكم أين وصلت النتائج؟ لأن هناك قسم خاص بالنسبة لكم أطفال في التجربة تعنا عندنا قسم ما رحوا في سنة تانية ابتدائي يعني من ما نقدرش نشاطر المختصة في النقطة هذه بالذات اللي تقولين تي لازم له برنامج مكيف ما همش جميع أطفال توحد اللي لازم لهم البرنامج مكيف يعني كين أطفال تتوحد اللي رحهم قادرين يتأقلمون عادي مع الأطفال العاديين ويقرأوا أين عم لازم لهم الأكسليار كما قلنا نقول نحن المرافقة بالصحي يقدروا يقرأوا البرنامج التربية وكذلك كين أطفال وحدة أخرين اللي ما نقدروش حلنا نهربوا من الواقع ما تقدرش تحكمين أنت يا طفل من المنزل طفل توحودي من المنزل تاوي يلحق ست سنين ست سنوات تقولين دخلوا المدرسة أنا كأمرا نقولها لك أنا كأم كرئيس جمعية ونقول لك باللي هذا الطفل لازم يجوز على عدة مراحل المراحل هي أنه لازم تكون تكفو المبكر ما قبل التمدرس إذا كان مكانش هدك تكفو المقبل التمدرس هدف الموش رح ينجح في المدرسة لا العادية ولا في المجتمع دور من هنا في هذا التكفو المقبل التمدرس الأسرة أو الحضانة أو أي مكان بالضبط الكل هو عمل متكامل يعني ما تقدرش تلغي إنسان عن إنسان الكل يعني الأسرة المجتمع الجمعيات جميع الناس اللي رهي تقدر تعاون الأطفال هذا أي إنسان أي إنسان يقدر يعاونه يلو كان بكلمة يلو كان بنظرة المجتمع تعناره ما يرحمش البعض لا يعرف أصلا إذا كان طفل لأنه في شكله طفل عادي جدا نعم حتى الأولياء أحيانا يجهلون إن كان طفل وعنده توحد أم لا أعتقد أنه عزلت وغيره وأمر نفسي هل وجهت حالة مماثلة أنه هناك جهل لأنه الطفل لديه توحد نعم يعني هذه ليست إحاقة عضوية نعم يعني هي تظهر فقط في الممارسات تعهد تعهد الطفل ونعود أن نرجع للنقطة تعال برنامج فقط يعني كنت أعمل كأستاذة على مستوى الأقسام المدمجة يعني أطفال توحد يتعلمون بالأشياء الملموسة يعني كتجربتي المتواضعة صدقيني يعني كي نكون كأستاذة نقدم المادة التعليمية تاعي يعني أجد صعوبة خاصة في اللغة العربية يعني طفل توحد هذه نقطة مهمة لأنه اللغة يجد نعم يعني خاصة في الإعراب كي نلحق للفاعل للفاعل يعني هو في دهنه مثلا الرياضيات لديه اكتساب نعم للأرقاب يستطيع اللمس يستطيع الحساب أما فيما يخص أشياء المجردة يجد صعوبة كبيرة إذن هل يجب إعادة النظر في كل مواد التي تقدم لهم نعم يعني يواكب البرنامج الموضوع من طرف وزارة التربية الوطنية لكن فقط بنوع منه التبسيط أو التكييف يعني تماشيا مع خصائص هؤلاء الأطفال سيدة منا ربما أشارت إلى نقطة متعلقة بلغة العربية وصعوبة بالنسبة لها بالنسبة للأقسام التي أكيد أكيد يعني لما تعملي مع قفل توحد ما ركيش عارف أنتي تقريبا تقدير تلقيها في اللغة العربية عنده قدرة خارقة في رياضية تلقيها سفر ما يستوعب حتى مو بالعكس يعني تلقيها في رياضيات في المواد العلمية تلقيها فارق فارق وفي اللغات تلقيها السفر يعني ما ما رحش تكون عندك رح تكون عندك المعادلة الصعبة يعني إما تحكمي المواد العلمية إما تحكمي المواد الأدبية وهذا ما يمنعناش أننا نحاول يعني مع الطفل التوحد هذا لكن تقول أنت نحاول معها بالأشياء الملموسى يعني اللغة العربية تقدري تبسطيها اعتماداً على الصور على الوسائل الوسائل البيداغوجية لينقدروا نصلروا بها المعلومة وهوش حي الحق له وهوش حي يديها هو المعلومة وهوش حي يرفدها هو انت لا حتى تعطيها مع هذا الجانب الدراسي والتعليمي في المنزل الآن كيف يجب التعام مع الطفل أكبر تحدي بنسبة لك يا سيدة منال والله يعني شوفي الطفل التوحد إذا كان في الأسرة يعني هذه الأسرة أكملها يعني لا تستثني حد عن حد يعني لازم تتجند لهذا الطفل المشكلة هنا في المجتمع هو الوقت الطفل التوحدي مربوط بوقت يعني في العامين 18 شهر في العامين 3 سنين تقعد دايماً الأم في وسط العائلة لو كانت جي تقول بالابني عنده التوحد يا إمات حشم ما تخاف سيدة منال كيف واجهتي هذه تجربة توجهيها توجهيها يعني إذا كما كانت الأم يعني صامدة وعندها عندها يعني نوع من من الشجاعة ما تقدرش تواجه عندك لو كان حتى الأب الأب تاع ويجي يقول لك أنا ولدي ما بيهوالو أنا وحادي بالنسبة للرجال مثلاً تقريباً جميع الأسرة جميع الأقل لا يعونا أنا الطفل ما بيهوالو أنتي كيف شك تشوفيه ما غير عادي هو روح عادي خالو كان هكذا عمو كان هكذا باباه كان هكذا طول ما مشيش طول ما هدرش فيما نقوله حناية دمو تقيل قاعد يتي في دمو تقيل حقوق 3 سنين 4 سنين 5 سنين كي ناس حتى تحشم تخرجوا ولادها في الطريق أمنيني يعني تشوفوا هذه التصرفات تتاعه تتحشم لا تقول لك أنا ولدي يقول وعليه ما هو شما ربي ويا لا لا هو اضطيرها بتاع ويدي راقلة هذه نقاط مهمة جداً سيدة مانت تتحدثين عنها سيدة أمينة وأنت مختصة في هذه المجال نقص الثقافة في هذه النقطة وحتى عامل يعني الإحساس هذا الإحساس بالخجل أنه نعترف بأنه طفل مصاب بالتوحد كيف سيؤثر سلباً نعم أكيد أنه لما الأم لما تعرف أن الإبن دي لها عنده توحد يعني هذه تعتبر بمثابة صدمة نفسية لها للأب أيضاً لجميع الأسرة من بعد لازم احترام يعني المراحل اللي راه يتمر بها الأم يعني من بعد كما كنتي قلت سيدة يعني قلوب اللي هذا دم وتقيل هذا هكذا يعني هنا وفترة الإنكار والأم والأولياء يبقوا مشوشين من بعد هذا الطفل هو رايح يواجه المجتمع نظرة المجتمع الأباء ماشي في كل مرة الإبن يقوم بتصرف معين يقوم يبررون ذلك ويقوم بتفسير أنا ابني عنده توحد والتوحد هو هكذا وهكذا يعني الأولياء وخاصة الأولياء يعيشون في دوامة وداي من العود سي لنقص هذا لنقص يعني التقافة في المجتمع عن هذا الإطراب اليوم هل لديكم إحصائيات تقريبا أو عدد يعني فيه ارتفاع في الجزائر أبن الله نعم هذا العدد فيه ارتفاع يعني إحصائيات دقيقة لا توجد إحصائيات دقيقة على مستوى الجزائر نعم ولكن يعني نسبة هذا الإطراب في تزايد المستمر وبالنسبة فقط نقطة نعد ونثيرها لأنه سيدة مناتني أشارت إليها وكذلك في التقرير لماذا تكفل بهذا الطفل أصبح حسنا إذا لجأنا إلى المختصين مكلف تصين الخواص نعم لماذا أولا أولا لنقص يعني المختصين في هذا المجال هذا من جهة ما كاش أخصائيين نفسانيين ولا أرتفونيين لراهم تكونين في هذا الإطراب هذا من جهة يعني الحاجة التانية أصبح كنوع من تجارة يعني الأولياء ما يصيبوش وين يروحوا يعني هذا المختصين كاي مشي ما نعطيش يعني ما نيش نعمموا لا لكن من بينهم يتخذون هذا كنقطة ضحف بالنسبة للأولياء الأولياء أولياء الأمور ما عندهم وين يروحوا يدي أولادهم يروحوا عند هذا الأخصائيين النفسانيين أو الأرتفونيين وبالتالي هذ الأخصائيين رهما حين يقتربوا الفرصة في التعامل مع هذ الأطفال يعني ويفردون عن الأولياء يعني أتمان جد باهدة حتى نختم هذا المنف سيدة منال فقط وأنت أشرطي النقطة مهمة والصعوبات التي تواجهها الأم وحتى الأب عندما يكون الطفل مصبت وحد رسالة فقط للأولياء الذين يستمعون إلينا أنه قوة ونتيجة حتى نصل إلى علاج لهذا الطفل وحتى مساعدته تحتاج إلى تكافل الأصول وتحتاج إلى قوة كذلك ومواجهة الواقع بعدم إنكاره هي في الحقيقة يعني الضغط رح يكون كعلى الأم يعني كنقوله الأم هي هي المعالجة تعيبنها إذا غابت الأم أنت الطفل هذك رح يقعد هكذا رح يقعد بالتوحد ويزيد عليه الحال وحتى ما تعودش تقدر تحكم فيه نام بالأدوية وما تسيطر ما تقدرش تسيطر عليه إذا كانت الأم هذه أنا نشد الأمهات يعني لازم يكونوا وعيين بالشي اللي راهو بهذا الخطر هذا اللي راهو داهمنا لما لا بناش من يجي من كيفش يروح ما لا بناش حتى الأسباب والسبب لحد الآن ما زل ما عارفوهش حتى الطريقة تكفل ما زل ما تعرفتش يعني كين أطفال تكفلي بهم بطريقة تيج يعطيك النتيجة كين بالأبية يعطيك النتيجة كين بالطريقة كما نقول احنا على الجيريان تتبعي نفس النفس اللي تتبعي تتربي به أولادك أولادك العاديين احنا هنا في جزائر راهو تقريبا هذا هو راهو ناجح برامجتان احنا هنا كجزائرين ما نقدرش ما نقدرناش نزلنا ندوشي ملابية ندوشي ملابية وشوية من العادات والتقاليد وتعنا والتربية نحن لي دخلت في البرنامج هذا يعني نقول لأم ما هاتقا ما لازمش يفشله ما لازمش تحشن بوليدها ما لازمش هي الأم هي الوحيدة اللي لح تحس بوليدها إذا كان عنده الخلل ولا لا إنسان ما يقدر يقولها بالوليدك عنده توحد ولا ما عندوش عنده افطراب ولا ما عندوش عندك إحساس لازم تتبعي ذاك الإحساس حسيتي بالإبنك هذا ماهوش عادي وعنده تصرفات ماهيش عادية يعني أنك تبديت خدمي وما تحوسيها لحتى إنسان واحد آخر تحوسيش على الناس كيفش تشوفك واشتشوف ابنك ولا أنا كيفش مخطرشها لاش عنا هذيك ابني معاق ولا ابني نحشن به ولا نخرجه ولا إذا ما خرج خصوصا طفلتا وحد إذا ما خرجتوش وإذا ما تهليتش فيه وإذا ما تبعتوش وإذا ما مقفتش معاه هذا الطفل راح يولي صح معاق تلحقي عشر سنين 11 سنة والطفل هذا ما خرجتش من تاوحدة تاو معانتها صحة راح تولي أنتي تشوفي في ابنك يتعدب وانتي ما تقدر يدي لي لواله أنا بني ماهوش مسكين تمشي من هذا المنطلق بني ماهوش مسكين شي مسكين كي يتمرق في الأرض وماهوش مسكين كي ما يعرفش وماهوش مسكين لو كان نخليه هكذاك نقعد ونحن نشوف نظرات على المجتمع نظرات على المجتمع راح تهلك أولادنا ما يشحف ما يشح تنفحهم هذا هي سيدة أمينة شجاعت الأم هكذا بهذه الطريقة تتحدث وعندها معرفة حتى بطرق كيف ستساعد في هذه الأمور حتى كذلك أنت كمختصة ريسلة تصل الأمهات سيدة منانتي قدوة طبعا لأم تتكفل بابنها مصابتة نشجع السيدة نشجعها كثيرا أمهات أطفال توحدة نسميها بالأمهات المجاهدات لأنه حقيقة مش سهل التعامل مع هذا الطفل يعني نحن كأخصائيين نجد صعوبة كبيرة في التعامل مع هؤلاء أطفال فما بالك مع الأمهات خاصة اللي راه دايما معك ولازم دايما تبعيه ولازم تحرصي على كل صغيرة وكبيرة إلى غير دال إذن نشجع السيدة يعني ومثل هؤلاء الأمهات يعني هنا قدوة بباقي الأمهات ونقول جميع أمهات أطفال توحد يعني لازم صبر خاصة يتعاملوا مع الأطفال بيقولوش مكاش نتيجة ولدي مرهوش يطور يعني هذه مسألة تعوقت فقط الأمهات ما يفقدوش الأمل ويوصلوا في العمل التحم وكالمختصين إن شاء الله ليسندوكم وإن شاء الله هذه الأطفال يعني نتمنى لهم يعيشوا كباقي الأطفال وخاصة في المجتمع الجزائي هذا ما نتمنى سيدة أمينة بن خنيش أخصائية نفسانية عيادية بجمعية دعم ذوي اضطراب التوحد وكذلك شكرا لك سيدة منان بن لونيس رئيس جمعية نور لمرضة واحد بولاية الجزائي شكرا لكم على الحضور اليوم لحب